موسيقى 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 وهذا كل شي باليد اهلا وسهلا الحباب كيف انتو ما لبس عليكم امتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير انتو ما كتشوفو هاد الفيديو جديد ان شاء الله و هاد الفيديو مغاير اختي هاد الفيديو في الريحة الرمضان و الريحة العيد و ذاك الشي غزال بعد اختي نبارك لكم العواشر مبروك عواشركم و مبروك عيدكم و ان شاء الله ياربي تقبل منا كاملين الصيام و القيام يا ربي الحبيب و ان شاء الله يدخل عليكم هاد العيد و هاد العواشر بالصحة والسلامة والعافية هاد الفيديو لبنات كيف ما قلت لكم في بزاف الحاجات اول حاجة غنشارك معكم واحد الصالون اللي عد بشيت ليه وباقي غدي بقحت الاخر اللي لدي النهار دلعيد اللي في بزاف ديال الحاجات مهم انا كنصور لكم منهم الديكوراسيون دلعيد الحلوة المملحات تقدرو تمشي وتفطرو تمال وفطور موجود فطور مغريبي جزائري تونسي بزاف دلحاجات ماشي غير هاد الشي اللي كان قول لكم انا من اللي مشيت نصور كانوا يالله كيحطو مهم كانوا بزاف الحاجات ما زال ما تحطوش مهم قرر بسكم غير من المعريض وصورت لكم الحاجات اللي فيه باش تعارفو شنو كاين منهم العطور منهم الحنال بنات اللي بغاو يحني و منهم ماكياج ديال ماركة اللي عالمية و اوريجينال مهم رب تزاف الحاجات اللي صورت لكم هنا صورت لكم غير العطور العربية اللي ثمن ديالهم جدا مناسب وهاد الناس هادو اللي حاطين كاملين فاد المعريض عندهم ديب باج هكا ديال انستغرام و اللي كيقدرو اسفتو لكم فين ما كنتو الاغلبية اللي صورت لهم اللوغو ديالهم او الانستغرام ديالهم باج دخلوا عندهم اللي بغا شي حاجة يطلبها من عندهم او لبنات اللي هنا يا فليون و بغاو يمشوا المعريض يمشي و يشوفوا و يعيشوا الاجواء اختي شوفوا لي افسال اورون مكياج ديال افسال اورون كامل و جورج ارماني بنيفت يعني ماركة اللي عالمية و العطور تهوما ديال ماركة عالمية كل شي بقت مينة جدا مناسبة عاد المجوهرات اللي كيكونو اسيا غينوكسيدابل تهوما ديك شغزال و حاجات اللي اجدادين اللي ما كنشوفوهم مش بارتو كيفما كتعرفو داب هاد هاد المجوهرات اللي هاد الاساكسسواق رجعو فين ما مشيتي ولكن قليل اللي كتلقي عندو حاجات اللي كيكونو متميزين و كيفما العادة البنات اللي غايبو يبشيو لهاد المعريض غاد نخليه لكم العنوان دياله في صندوق الوسط رحكين هنا في ليون و ادنات النواحي ديال ليون اللي بغاو يمشيو سينو كيفما كتلكم رأيي واحد خليت لكم اغلبية انستاغرام ديالهم و تقدروا تواصله معهم في انترنت و تاخدوا الحاجات اللي عجباتكم مهم بالنسبة لهاد اللي بوكي هادو اللي كيجيو على هاد شكل ديال الفولاغ او الحاجات اللي كيكونو بيغسونالي زي او لك سيوة دلعراسات او لجليل بات قفيتنات عبايات دكشي دلعيد حويجة دلعيد ديكوغاسيون دلعيد مهم دكشي باتمينة مناسبة و حاجات اللي كنكتلقاوهم مش عند كل شي بحال هذه العبايات هادو اللي كنصور لكم 8 ديالهم 40 دل اورو اللي كيجيو مع مرين بالحجار شوفوا لي هاد الزرقة شحال غزاء للبنات فنه هادي كديع لها تشكل هادا وحتى التويب ديالها غزاء لعجبني قلت لكم يعني حاجات اللي مكتلقاوهم مش عند كل شي حاجات اللي كيكونو متميزين وبالنسبة اللي باس ديال المحجابات كسيوات اللي كيحمقوا اللي بنات بحال هادو كيجيو مع مع الفولار ديالهم او لالخمر ديالهم كيجيو شي حاجة وواء على اللي بنات مهم بالنسبة لبنات الحاجات كيفما قد لكم بيقسوناليزي سوا في بيجامات في الفويتات اي حاجة كينيب بنات اللي كيقدوا ذاك شي بيدهم بأتمينة مناسبة والاغلبية بنات شباب اللي عاد مبتديئات ديالي اللي بخوشي ديالهم عاد باديين وحاجة اللي كتكون متقونا بحال مثلا هاد البنيتة هادي عجبوني هاد الحاجات عندها مزيونين صراحة وفيهم دي ميساج مهمت ما كتتواصلوا معها كتقد لكم اللي طابلو كيفما بغيتو او لكتاخدوهم بحالكة 8 ديال وخمسة ديالو هاتي اللي كتشوفوا اللي حطهم هنايا وهذا انستاقرام ديالا وما يمسولت على انستاقرام قاتلي عندي كان نصيفة لأي واحد في المكان وفي نفس الوقس اي حاجة بغيتها كتصيبها لك بالنسبة لهذا البنت هادي كتبيع العطور للمركة عالمية ولكن دي مينياتيغ على هاتشكل هادا 8 ديالهم واقع لخمسة تاشر اورو على ما اظن هادا السناب ديالا حتى هو لا بغيتو تدخلوه وتشوفوها شنو كتحط ما كيني بنت اللي كي حطوه حتى بحال هاد شي هاد الماركة الماكياج ماركة عالمية انتم ما كتشوفو حتى هي هاد البنت عندها سناب وانستاقرام انا غنوريه لكم دابا كيمنا كتشوفوا معاي الماكياج بنيفت هادا ديوغ شنو سميتو هودا بيوتي اللي طابلت اللي غاليين اللي سوان فيزاج اللي غاليين وفي نفس الوقت كيت تدير كتبييض الاسنان انا وريت لكم وحتى كتقد حتى ليسي الاولى شفار وحتى الحجبان انتم ما كتشوفو كل شي هنا يا مهيما نخليكم لانستغرام ديالا انا وريه لكم دابا اللي بغيتو تديروا له سكرين هو هذا وتواصلوا معها اللي بغت شي حاجه مهيما بنا ديكش مزيون صارحة عجبني اول مره غمشي لشي صالون هنا في فرنسا بالنسبة لهاد البنت هادي كتبيع ديكش ديال فيكتوغيا سوكي ديكش شي او غيجين لابنته التمن جيد جيد مناسب ناقص بزاف على المحلات قلت لكم البنت انا اول مره نشي لشي صالون هكا هنا في فرنسا وجابت الوقت يعني وجابت الاجواء ديال رمضان وقلت غديمشي ونشوف شنو كاين ونشوف الحاجه اللي عندهم وصراحة عجبني بزاف منظم الواحد الدرجه مهم ديكش يعجبني بزاف بالنسبة لهاد البنت اللي كتبيع منتجه ديال فيكتوغيا سوكي انا خليت لكم حتى هي لاباش ديالها إلا بغيتو شي حاجه تواصلوا معها حاجه اخرى كي نحتى زيانات يعني اللي كيديرو الزيناب حال هاد البنت وكي كريو الحاجات ديال الاراس والمناسبات هاي الانستاغرام ديال احتى هي بالليبيسات حتى هوا ما كتكريهم بعد كي نوحد البنت اخرت هي غنشاركة معاكم عندها الابنت هادو بعض منهم عندهم المحالات ديالهم وبعض منهم كيبيعو غير اولاين يعني كتدخلوا عندهم غير الانستاغرام ولا الواتساب ديالهم ولا تيك توك وكتشوفوا الحاجه اللي بغيتو تنما وكتدروا لهم سكرين قد تواصلو معاهم وكي صيفتوها ليكم فين ما كنتو عباياج اللاباكس واقفطان اي حاجه أولاين بنات اللي عندهم محالات هاد البنت عجبوني عند جليل بات انا نوريهم لكم دو بيس الابنت ديكشي ديالك خيب عرفتو واعرين وفي اللوينات هنتو ما كيتشوفو عنده حتى اه قنيدرات وانا غرفيهم لكم شوفوا اللي اللوينات اللي في هاد جليل بات هاد وراهم دو بيس مخدومين باليد ديالبنات بالنسبة للقنيدرات القفيتنات حتى لا يأتي بها و بالحزم و يأتيون مخدومين باليد و يجبوني و أنا أحمق على البلدي وبهذه الطريقة يجبوني شيء لما تكون لديها و تكون مطلقة بحلقة الأعياد والمناسبة بالنسبة لها البنت تتكاشط يجبوني مخدومين على هذا الشكل حتى هما رأى عندها مهم ذاك شيء غزالة و غد يعجبكم ذاك شيء و عاد كين الحنة كتمشي تمام مهم الحاجة اللي بغيتها كتوريها في التليفون و كتنقلة و كتتقدها لك و أتلكم صراحة أجواء غزالة أنا بعدها حسيت براسي بحلرة بلد عربي و الأجواء في رمضان كيفما قلت لكم جليل بات كانت مناسبة بحل هذه البنات 75 أورو رأى هم فنين و مخدمين على اليد أنا غنوري لكم و جايين يعني ستيل دياله مزيوان و حاجة يعني ديال المناسبات شفتوا أنا كان قاسدك شيء و كان مهم سوّلت السيدة على التامان و على واش مخدمين باليد و جات مسكينة كتوريني أنا غنوري لكم دابا هذي مابقوا لاش بززاك جليل بات مي واحد البنت أخرى عندها حاجات مزيونين و عندها تلمحل هنا في اليون أنا غادي نوريها لكم بالنسبة بحام سلايات البنات اللي كي بغوا هكا سلايات أو السجادات بالمصحف بديك شي بيغسوناليزي كيني بنات بزاف اللي كي سايبوا هاد شيء و كيف ما قلت لكم أنا مشيت في الاوائل ديال المعريض يالله كي حطوه يعني كانوا بزاف الحاجات ما تحطوش مهم لقطات وصافي تعرفوا شنو كان في المعريض و انتوما البنات اللي غيمشي ورام غادي شوفو الحاجات اللي عجبعتهم و اي وحدة كنصور دك شي دياله كنصوره وش عنده شي باش كتعطيني وش انستغرام و لا تيك توك و كنحاول نحطها ليكم مهم دك شي غزال البنات اللي مشيتو غادي يعجبكم الحال ويلا بغيتو تمشي وتفطروا مع ولداتكم مع العائلة ديالكم كتقدروا تمشي واختي ودووزي العشية كاملة موت فطري و الاجواء كتكون رائعة عجبني هاد المشروع هذا ديال هاد البنت صراحة شي حاجة اللي كلاس وشي حاجة واعرة شوفوا البنات كيفاش مقادة بحل البوكي هكا ديال اللي فولا غضم حجبات هاد انستغرام دياله و سناب شات وكل شي انا صورتو لكم عنده ديالك شي غزال البنات اللي بغي يقدم شي كادو يكون راقي ومزيون بحل كما هاد شي اللي كتشوفو فهاد البنت هاد صراحة وعنده حتى الاتمينة مناسبة وقيل الباكو كيدير شي ثلاثين بالأورو وحتى الكاليتي ديال السباني راني قلبتو عجبني بزاف لبنات اللي بغاو يديروا تبييد الاسنان ها هوا محتا هوا كيعملوا الكسور بلاس ديالك وكيقدو لك ديالك وكتمشي بحالك وهذا هو المعريض كيفما كتشوفو على هاد شكل كيفما كتلكم عاد بدوك يحطو كيني الناس اللي عاد بدوك يحطو هادو سي كون بيا هادو القفيتنات هادو كاتر وانديس اوكي شو ستوفا لامام اه في ملكولور هادو جلي البات او القفيتنات يخفيتنات اكتنا ups يجب لنو داخل ودوني السرعة لا، اخاف أوزار ديالك انا أشحط احط الم Ple Dingen اختي الحبيب ساعة ها شوف كيف جات غزالة ما شاء الله هاد شكل شئ باليد ما شاء الله فنه ها هانتو مهجلي كيفاش كتجي بقي لك خمسة من هادو موذ والغوز هاد هاد كنيدرات هادو ثلاثة هادو عشرين الاورو هادو دوليده تصغر هادو دوليده تصغر لبنته تصغر اوكي اقفيتنات هادو ودوليده تصغر ايه يا عندها المحل في ليون فينا بلاصة عندك المحل جوناس السعافي ارا مازالك تحط الحاجات حيت جيت انا بكري اما زالك تحطل الحاجات ديالا. فين هذا الكيمونونا هو غزال. شوفوا. مبارك الله ما شاء الله. هذا سي كون بيا. هذا 30. 30 غزال فين هذا. فين هذا ما شاء الله. هذا هو سناب ديالا. البناء اللي بغاوا يدخلوا عنده. خطتكونوا بعادين. ارا كتصفت لكم فين ما كنتوا في هذا. بلجيكا بارتو. هذا سناب ديالا. ديروا لسكرين. فلا سويس. كل شي كتصفت لهم. اللي بغا شي حاجة كتصفت لهم. وعند هذا قيوم زيون. يلا الله يعاون. شكرا بزاك. الله يعاون. سلاما. هنا جت كنا ناخد الحاجات ديالي من عنده وحد البنت اللي كنت دايجة شاركتها معاكم. وشكرا اللي بنات اللي تاقوا في يوم شو عندها و تقدم من عندها شكرا لكم بزاف. راح كتصوب هذا شي كامل. وكتصوب بزاف الحاجات اخرين. وكتصوب العراسات والمناسبات. اي حاجات قدروا تواصلوا معها. هنا جت من عندها الحاجات اللي غندي نديهم الافطار لانني عرفت تحتها هي حطف هذا المعريض. وخديت من عندها الحاجات اللي غندي ندار نفطر بيهم. هاد شي اللي يكيني البنات. ما يمتمنى يكون عجبكم هاد المعريض ويكون عجبكم هاد الاجواء. وده با غادي ندوزو باش غنشارك معاكم احسن مستلزمات الحلويات اللي كناخدهم هنا من عند ليدل اللي ما كيخطونيش. بالنسبة لهاد الحاجات ديال الحلويات اللي غنشارك معاكم هما اللي تقريبا دائما عندي. وهما اللي كان خدم بيهم الحلويات. اول حاجة لبنات هو الطحين اول الدقيق ديال ليدل. هادا راه غزال لبنات لاي نوع ديال الحلوة والمعجنات واي حاجات تقدروا تستعملوا فيها. بالنسبة للزيت يعني زيت النباتية راه كين في كل بلاسة غير كان ليدل حاطين فيه واحد بخوموسيون خديث منه. بالنسبة للشوكولاتة البنات كنا اخد هادا من عند ليدل هادا راه غزالة البنات الحلويات وكيتقام شوية رخيص. عندهم جوجد الانواع كين هاد من نوع هادا اللي كيجي ماشي قاسح بزاف. وكين هادا هادا شي شوية كيجي قاسح انا غنوريه لكم. يعني اللي ما كيعجبوش شوكولاتة اللي كيكون شوية مر. هادا راه كيجي شوية مر. ولاخور لا مزيان هادو جوجد الانواع اللي كنتستعملوا مدائما عندي. وبالنسبة للخميرة للحلويات. كين هادا ولكن كتعجبني الاخرى الصفره حتى هادا مزيونة. ما غير الاخرى الصفره كتعجبني اكثر. خديت البابي كويسون. وبالنسبة للكوكاو او للكاكاويت طيبنات اللي كيبغوا يديروا الحلوات الكوكاو. كنا اخد من عندهم هادا اللي كيجي محمر مقشر مافيش الملحة. وكيجي ساهل غي كتجيبي وكتبدي تصيب بي الحلوات ديالك. شكلات البيض حتى هوا كنا اخدهم عندهم كيتقام رخيس. وكيجي مزيون في الحلويات هادا. لانا كيني الماركات خرين التمن ديالهم اللي غالي. واحسن زبدة للطوريق والحلويات والمعسالات لأي حاجة. هي هادي ديال ليدل كتعجبني بزاف. كتقدرو تستعملوها في الحلويات في المملاحات في اي حاجة البنات. والتمن دياله كرخيس. وكتبقى فيها 500 غرم يعني كمية ديالها شوية كبيرة. وبالنسبة للسكر فانيح كنت اخد ديال ليدل هادا الماركة. انا ملي كنت في اسبانيا الاغلبية. سكر ديال الفانيلا اولا سكر اولا خميرة كيماوية. وهاد الحاجات هادو تقريبا اللي كنوريكم كاملين. ركوت كناخدهم ملي كنت في اسبانيا يعني. هاد الحاجات كيعجبوني ومش حال هادي مدومة اليوم. بالنسبة لاصو الطومات حاليا كنجيب هادي ديال ليدل. وكنجيب ماركة اخرين ديال القرعة الزاج كيعجبوني. لقيتهم ديالين العرض اولا تخفيض في البصلة جبت بصيلة صغيرة هادي كتعجبني. والسكر البنات. احسن السكر كيعجبني هو هادا اللي كيجي رقيق البنات. كتخدمي بي الحالوي ديال كيعني ما كيعدبكش فاش كتكوني كتخدمي الحلوى. وهادا مكان دا بغا دين دودو باش غنوجد معاكم واحد الحلوى اللي كتجي غزالة لبنات. هي هادي مويمة انا استعملت هاد الحاجات انتم ما استعملوا اللي عندكم. شوية اللوز محمر ومهرمش الزنجلان محمر الزبيب مقطع القرقع حتى هو محمر ومقطع والبنات اللي كتبع ديجا محمرة. هادا هما المكونات اللي غنستعمل تقدروا ما تديروا حتى شي حاجة الا الزنجلان. تقدر يديري غير اللوز تقدر يديري غير القرقع تقدر يديري غير الزبيب. مويمة انا هاد الشي كان عندي متوفر واستعملتو. هاد الفيديو هادا اللي بنات صورته شوية قبل رمضان ولكن رادرت نفس الحلوى عاودتها. وضيجا كان عندي مصور فاصفي مويمة نشارك معاكم الطريقة. وغنصور لكم الحلوى في الاخر كيفاش غتجي. مع هادا الحلوى هاد المكونات اللي قدت لكم. غنزيدو عليهم مئتين وخمسين جرام ديال الزبدة. تقدروا تزيدو ديال ليدل انا كانت عندي هادي كنت استعملتها. وواحد صاشي ديال سكر الفانيلا وواحد صاشي ديال الخميرة الكيموية ديال ليدل هي هادي انا وريتها لكم انتم ما غادي تشوفوها. والسكر الفانيلا. هاد الحلوى هادي ما نكدبش عليكم وما لبناتش حالك تجي رائعة وكان حماق عليها انا وكان تعجبني وما كانش بعش منها. سبحان الله العادي ما نكي يعجبوني الحلاوي البلديين القدامين. ماشي الحلوى دلوز ما عنديش معها بزف ولكن الحلوى البلدية القديمة را كان حماق عليها. مهم هنا غا نستعمل ماء الزهر وكاس ديال زيت المائدة وتقريبا نصف كاس ديال السكر. لان ما زال غا نضيفو عليها السكر بودرة يعني في الاخر. سوف يناي غا ناخد زبيدة على هاد شكيل غا نديرها في الإناء وغا نزيد عليها السكر. وغا نبقا نخدمها هاكا بيدي. علي جغيت لكم السكر ديال الليدة المزيون لانك يجي رقيق في نوع يعني كداغي كيدخل لكم في الحاجة وداغي كيت تخدم. ميلي كيكون السكر غلا يضأ او لحرش بزيف فاصعيب باش تدو بيها كامع الزبدة او مع الزيت. هنا زيت سكر فانيلا حتى هو وزيت الزيت يعني كاز ديال الزيت راكم شفتو معايا في المقادير. ونسافي غا نبدأ نخدم ديك شي مع بعضيت وتك يعطيني حد شكل بحل كريمة. وغا نزيد علي هاد المقصرات كيف مكتليكم البنات تقدرو تستعملوا حاجة وحدة تقدرو تستعمليهم كاملين. حاجة وحدة الزبيبة البنات ضروري تقطعوه إلا ما قطعتوش فاش كيدخل الفران كي بده بحلة كيت تفرقع. وكي يخسر لكم الحلوة كي هرسة. هنا زيت جوج المعالق كبار ديال ماء الزهر. وغا نزيد الخميرة الكيماوية اللي هي هادي ديال ليدل. وغا نزيد في الدقيق حتى غا دي تجمع لي الحلوة. ما كتطلبش منك مجهود كبير هاد الحلوة وساهلة. وكديه موية وكديه في الطبيلة ديالعيدة ولف المناسبات غزالة لبنات جربوها جربوها وردو علي الخبار. هادي الحلوات الخالي طالبنات دول اسم ديالة لبنات لي مغي يكونوش عار فينا. سافي هنا يم بعد ما تجمعت لي الحلوة ما كنتقاش كندلكها بزاف إنفو كتتجمع لي على هاد شكل هادا. سافي كنبدأ كنقدع لشكل كويرات. من بعد غا دي مبدأ كنقشها. غا تشدو بحلقة اللي كنقشو به. وغا تبقاو كتغمسوه في الدقيق. وانتو ما كتنقشو على هاد شكل يعني عشوائي ماشي بالطروري تديرو شي ش ش ش ش ش ش ش ش حاجة. غير عشوائي هكا كتنقشو انا نقشتها بالطريقة هادي. سافي وغندخلها الفرن اللي الدرجة للحرارة ديالو 180 درجة. اللي عندكم فيها البنات المروحة شعلوه من الفوق ومن الساحة. سافي وغا ملي غا دي الطيب انا غا نوريكم كيفاش كتجي. هاد الحلوى ده بلي غا نوريكم هي اللي صوت ده بنيت. ونفس هاد المقادر هادو اللي ضيجاج صوتهم في فيديو قديم. مهم كالطيب كتجي على هاد شكل حاولو ما تحمروهش بزاف. انا هاد اللطب حالا شي ش شوية اخذت لي التحميره. سافي خرجت لي هاد الكيميه هادي هاد القياس اللي عطيتكم. انا البنات رادرتهم ش ش شوية كبارين لان بغيتها تكون بلدية كبيرة شوية. سكر غلاسة لبنات هاد السكر غلاس هادا كي يعجبني البنات. يلسق عليه الحلوى والرقيق رقيق يعني سبيسيال كيف كان قولوه. هنا البنات اللي غايبغي تقدروا تعملوا سكر غلاس في واحد الاناء. و تبقاوك تدوضوا فسط منه الحلوى. انا ما بغيتش ما بغيتش نكتر السكر بزاف في الحلوى. فسافي قلت غادي نزينها غير من الفوق على هاد الشكل هادا بحلاكة. سافي ديجا هي رافية شوية السكر. و نقصه شوية ختمشي السكر لداخله على برة. يعني شوية نحاول نديرو شوية التوازن. سافي هنا كنخوي كفنا لح تغيب شوية. و كنحاول نغرب الفوق الحلوى. باش كتزين كاملة. و سافي غادي نبدأ بنديرها في كويغتات. تقدرو تحتفظو بها غير هكاف شي بواط. مي انا كيعجبني نديرها في كويغتات. و عندي واحد الكويغتات تشكل دياله مزيون. انا غا نشاركهم معاكم دابا. بالنسبة لها الكويغتات كيجيوا على هاد شكل هادا. راني خديتهم غير من الماغشي البنات موجودين. ما شاء الله. مستلزمات الحلويات دابا في الماغشي. و الدكوغاسيون للعيد. و كل شي موجود. زيما صراحة فرانسا ما كتحسيش فيها بالغربة بزاف. لانك تحسي باجواء العيد والرمضان و كل شي كتحسي بي. يعني بحالي لا ركب شي بلد عربي. بالنسبة لهاد الكويغتات كندير لهم هاد طريقة هادي. انا شاركتها معاكم. باش كنقدهم على القياس ديال اي حلوة عندي. كنقدهم هاد الطريقة هادي اللي وريتلكم. سافي هنا غادي نكمل الحلوة ديالي على هاد شكل. و غا ندوزه باش نشارك معاكم الشكل الثاني. الشكل الثاني غادي يكون هو فقاس هاد الفقاس اللي بنات هذا. قسما بالله هلا من زمان وهادي طريقتي. واللي داقوا عندي كي سووا اني على القياس. وكي سجلو وكي مشي يعملو. قسما بالله صارحة وكي جي رائع وناجح 100% وما كتهرس لكم في حتحبة. بالنسبة للمقادير انتم ما كتشوفوهم. 100 غرام ديال اللوز كاز ديال الزيت الزيتون. 4 عض البيضات قبيص هاد الملحة. 15 غرام من الخميرة الكيموية. 15 غرام من الخميرة. ونزيدو كاز ديال السكر. إلا لاحظو غادي ندير كل شي في تغمو ميكس. لأي خلاط عندكم تقدروا تديروه فيه. على هالطريقة هادي كتسهل عليكم. سينو إلا بغيتو تخدموه غير بيدكم خدموه. أنا كندير له هالطريقة بش كي جيني سهل دا غي كيدو بسكر مع البيض. وكسافي وكنعملو في إيناء وكنبدأ كنخدموه. هنا غا نكب كل شي في القصرية كيف ما كتشوفو. سافي للاحظو الخليط ديالي مخدوم يعني السكر داب. وغادي نزيد كأس ديال الزيت هادا زيت الزيتون. تقدروا تزيدو البنات غير زيت الماء ايضا. وتخدموهم مع بعض ديالهم. قبيصة ديال الملحة. وصافي غا نحاول نخدموهم زيان مع بعض على هذا الشكل. هنا اضفت نافع وحبت حلاوة اللي شي شوية محمصين في المقيلة. وغادي نضيف اللوز هاد اللوز البناترا غير مسحتو بيدتي. ما رفزقتو موالو يعني ما رقدتو موالو. حيث كان الناس اللي كي يرقدو في ماء الزهر ليلة كاملة. عد كي يخدمو به البنات ممكن نصحكمش. لانا اللوز من اللي كترقده ليلة كاملة. وتعمله في الفقاس. من اللي كتقطعه وكتبدي كتحمره في الفران. الفقاس ديالكم كيتحمر. واللوز كي يبقى هكك خضر مما كي طيبش. اديرو غيب هالطريقة هادي. سافي كي يجي مزيان غيم صحي. وارميه مباشرة. بالنسبة لدقيق كيف ما لحتو زيت الدقيق على حسب الخليط. حتى كي يجمع لكم. وما كيلسقش لكم في اليد صافي كتحبسو. وهنا يلا لحتو كنخوي منه يعني الهواء. شوفوا لي العجينة كيفاش كتجي مخدوه مارطبة غزالة. هنا ده بغا نقطعو. مهم باش ندير بيحري بلات. على حسب المهم الطاوة ديالكم. كبيرة وصغيرة. انا قطعتو على ربعة لان الطاوة ديالي كانت صغيرة. مهم صافي هنا غن محاول نخدمو. كنخرج منه الهواء كامل. باش من اللي كان بدك نقطعو. ما كيتهرس ليش. يلا بقى فيه الهواء الداخل. كي يجينا الفقص من الداخل. في بزاف ديال الخويات. وملي كتكوني كتقطعي كي يبدك يتهرس. سوف نشكلو هنا على شكل حري بلات على هاد شكل هادا. بالنسبة لهذا الاشياء كامل اللي كان قول لكم على الفقص. هادو من الحاجات اللي كينجح بهم الفقص ديالكم. انا راه هاد الفقص هادا كي يجي لبنات غزال غزال عندي. وكتلكم اللي كيدقوا عندي كي يسودني عليه. وعندي معتمد سنين من نهار بديت كندير الفقص. هادي هي الطريقة ديالي وممرني كنبدله. يلا لاحظو هنا يصفي كنقاد لحري بلات باش نقدهم من الجنيبات باش ما كي يجوش مديفورمين. وغناخد اصفر البيض غنحول ندهنهم مزيان. بالنسبة لهذا المرحلة هادي سواء كتزيدو في نيس كافي مع اصفر البيض باش كيعطيكم ذاك اللون شوية الغامق او الكاكا والمر. او لا كتدهنو بحالك غير باصفر البيض وكتحاولو تزينو بشي فوقشت. ولا كتزينو بشي حاجة اخرى. انا غدي نزينو البنات برقائق اللوز كي يجي بخيستيج كي يجي مزيون. إذا درتوه بالطريقة غادي يعجبكم. سينو تقدروا تستغنو على رقائق اللوز. انا كنحاول دابن تبت رقائق اللوز كاملين على الحري بلات ديالي. وغندخلو الفرن على درجات حرارة مية واربعين مية وخمسين. بحالكة البنات بالفرن ديالكم يكون مفتوح شي شوية من الفوق البنات. باش عما ما يتهرش ليكم الفقاص. ولا ما يتفقعش كيف ما كنقولو يدير تشققات من الفوق. غناخد هنا يا واحد المندي اللي غايكون مبلل. من بعد ما طاب لي الفقاص نص ديال طياب البنات. وغنحاول نعملهم فيه ونلويهم زيان. وغنخليهم ليلة كاملة لبنات. ضروري من هاد المرحلة باش ينجح معاكم الفقاص وما يتهرش ليكم في التقطاع. إلا لاحطوا الفقاص متفقع متاشي حاجة يعني ما تهرش ليه من الفوق. بقى كيف ما دخلتوا الفران. السر هو انك تشعللو غير من التحت. وتخليلو الباب مفتوح شي شوية من الفوق. انا لويتوا في السلوفان وغنخليه حتى الغدلي. هادا الفقاص اللي صوبت اخر ما رح كيف ما قلت لكم. هادا الحلوية ترى انا صوبتم قبل العيد. سورين عاودتهم ولكن غنشارك معاكم غير الشكل النهائي. مهم هنا يا الفقاص غنبدأ كنقطعه باش كنقطعنا الفقاص البنات. بالكوتر هادا اللي عندي في يدي عندي جديدة البنات. كل مرة كنبغي ندير فقاص كناخد واحد جديد لانهم كيتصداوا وكنعقمو وكنمسحو مزيان. وكنقطع بيه الفقاص البنات ما كتهرز توحيدة. وكيجيبوا ليه بالقياس اللي انا بغيت. وحاجة اخرى اذا ما عندكم الكوتر كتاخدوا شي موس لكيكون رقيق وكيكون ماضي مزيان. باش كي يعاونكم في التقطاع. بالنسبة للتقطاع هذا الفقاص. سواء كتحاول يتميلي يدك او لكتقطعي بالطريقة العادية. باش كي يجي هكا طويل وكي يجي المنادر فيهم زيون. صافي كما شفتم معي ما تهرست حتى واحدة. ها هوا ما قدامكم البنات. وصافي هنا غا ناخد واحد الطاواء. وغا نحاول ندخله الفران. باش غاديم بدك نحمره. دبا ديجة القاصرة عندنا طيب نص طياب. خصنا غير نحمره. وذيك اللويزات يتحمروا حتى هما. الفران كتشعلي على درجة الحرارة اللي ما كتكونش عالية بزاف. مية وسبعين مية وثمانين. على حسب الفران ديالك. إذا كان الفران ديالك مية وسبعين مجهد بزاف. حاولي تنقصي. مهم الفران كي يبقى على الفران ديالك. انت كيفاش كتخدمي بي. تبا ندخلهم الفران وغا نقابلهم. حتى يتحمروا ويعطوني هاد اللويين المذهب. وحتى اللوزة لداخل البنات كتتحمر. وكتجي مقرمشة. هانتو مشوفوا البنات. شفتو كيف هزا. كي يجي صراحة رائع. مهم ده بغا نشارك معكم الشكل النهائي. ديال الفقاس وديال الحلوة اللي قدس معكم. وغا نوصلوا لآخر الفيديو للبنات. نتمنىكم وعجبكم هاد اللا فيديو. وتكونوا استفتو ولوشي حاجة بسيطة. بالنسبة للعنوان ديال المعرض. غا نخليه لكم في اول تعليق او لا. في صندوق الوصف. البنات اللي بغوا يمشيوا. وغا نقول لكم شكرا تسبع ديالكم. للمشاهدة الفيديو حتى الاخر. ما تنسوناش باللايكاتكم. اللي كيدعموني الاحباب. واللي كيحفزوني. والعجبكم الفيديو. بارتاجيه مع الاهل والاصدقاء والاحباب. وغا نضرب لكم معيد قريب ان شاء الله في فيديو قديم. وغا نقول لكم تهلا ولي افرازكم الى الفيديو القديم. وهذه هي النتيجة ديال الحلويات اللي صيبت معكم اليوم. يالله البنات مع السلامة. ترجمة نانسي قنقر.